أعربت المملكة في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن بالغ ألمها وأسافها لمقتل وإصابة العشرات في أزمير التركية نتيجة زلزال الذي ضرب بحر إيجة غربية تركيا داعية الله بأن يرحم القتلى ويمنى على المصابين بالشفاء العاجل وكان زلزال قد وقع في بحر إيجة اليوم بقوة 6.6 درجة بحسب مقياس الاختر مما تسبب بسقوط 12 قتيلا وأكثر من 400 جريح كما كشفت المعلومات الأولية حدوث تسونامي جزئي وانهيار أكثر من 20 مبنى في ولاية أزمير التركية إضافة إلى تضرر عدد من المناطق المجاورة لها اشتركوا في القناة